السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في فيديو جديد اني عرض هنعمل مع بعض كيكا في دقيقة واحدة بس وقالك ازاي تساويها في المايكروويف او في الفرن العادي تابعيني لانها يسكر الله صلى على رسال عليه افضل الصلاة والسلام او عيدك مش تاخد منك وقت خالص اول حاجة ولا هنستخدم فيها بيد هنجيب اربع معالي كبار من الدية حطناهم في طاجن وحطينا عليهم معلقة كبيرة من الككايا والبودرة الخيم معلقتين ونص كبار من السكر ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهنقلب المكونات الجفة دي مع بعضها لو هتساوي الكيك في الفرن ممكن تحطيه في فايل مفيش مشكلة مش لازم طاجن بس طبعا لو في مايكروويف الفايل مش هبيدخل مايكروويف يعني فممكن تستخدمي مجة او تستخدمي طاجن زي منا مستخدم بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الزيت وتلات معالق كبار من الحليب ونقلبهم انا التلات معالق تلعوا قليلين قوي معي فزودت تاني معلقتين وبعدين زودت معلقة يعني احتاجت 6 معالق من الحليب ممكن انتي طبعا تحتاجي يقل مني فهضفيهم حاجة في حاجة لغاية ما تلاقي القوام عندك زي ما هتشوفي دلوقتي هنستمر بالتقليب بالشكل ده ولو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت اعمليه لايك واننسيش يفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة بازن الله خلاص كده تمام لو حابة تحطي مكعب شوكولاتة في النص حطي ولو مش حابة ما فيش مشكلة حطيت مكعب شوكولاتة في النص ودخلتها المايك ريف دقيق او نص لو هتدخليها الفرن العادي هتدخليها فرن يكون سابق التسخين واتسيبيها حوالي عشر دقيقين طبعا عن اختبارها استوت ولا لسه بعد كده بقى مكعب صغير خلص من الشوكولاتة ودوبته وهزين بي الوش مع شوية شوكولاتة فورماسل او زي ما تحبي مفيش مشكلة ممكن تستغني على الخطوة دي بس كده شوية بقى فورماسل على الوش والتزيين اختياري زي ما قلتلك وخلاص كده وعايز اقولك انها بتعمها طحفة جدا ما فيهاش بيض وما خدتش وقت ولا اي حاجة خالص بس لما تكوني كده عايزة كيك سريع او حاجة حلوة سريعة ممكن ان انت تعمليها وانا متأكدة انها هتعجبك جدا وكمان بتطلع معيك مستوية جدا اهو بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله